وتفاصيل ما حدث في أيام الأخيرة مشاهدي الوطن لايف أهلا بكم منذ قليل رحل عن عالمنا الفنان القدير حسن يوسف عن عمر ناهز 90 عاما حالة من الصدمة والحزن سيطرت على الوسط الفني خلال الدقائق القليلة الماضية برحيله وفقا لما أعلنوا شقيقه في منشور عبر حسابه على فيسبوك وقال توفى منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف وجاء الحديث عن سبب وفاة الفنان حسن يوسف بعد فترة قليلة من انتشار عدد من الأخبار حول تدهور حالته الصحية خاصة بعد الصدمة التي واجهها بعد وفاة نجلو عبدالله الذي غرق عام 2023 وقالت زوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودي إنه قرر الامتناع تماما عن الظهور الإعلامي بسبب حالته النفسية السيئة التي تزامنت مع الذكرى الأولى لرحيل نجلو التي حلت في 29 يوليو الماضي الحقيقة الجمهور تساءل عن سبب وفاة الفنان حسن يوسف وده اللي أجاب عنه أحد المصادر المقربة من الأسرة وقال إنه مر بظروف صحية صعبة خلال الفترة الماضية بسبب أمراض الشيخوخة وتقدمه في السن وهي ما أثرت عليه بالشكل كبير في الفترة الأخيرة والوفاة كانت طبيعية ليلحق بنجلو بعد عام واحد من رحيلو وكشف المصدر المقرب من أسرة حسن يوسف إن العام الماضي كان من أصعب الأعوام التي مرت على الفنان الكبير حيث كان يقضيها في قراءة الكرآن الكريم والعبادات مع زوجته الفنانة شمس البروذي حزنا على رحيل نجلهما طبعا الفنان حسن يوسف اتولت سنة 1934 وكانت بداياته الفنية في الخمسينات لما كانت السنمة المصرية في عصرها الذهبي البداية كانت قوية وأذبك نفسه بسرعة كممثل موهوب ومحبوب وكانت أولى خطباته الفنية مع جيل من الممثلين الكبار وكانت دايما قادر يجذب الأنظار بطريقته المختلفة في الأداء حسن يوسف كان لي حضور خاص وكان من أوائل الفنانين اللي جمعوا بين تقديم أدوار الشاب الرومانسي والجاد في نفس الوقت ومع كل دور كان بيقدموا قدر يبني قاعدة جماهرية كبيرة والناس كانت دايما بتتفاعل مع أدواره وبتعيش قصصه وكأنها حقيقة وفي السينما حسن يوسف قدم أعمال كتير متنوعة بين الكوميديا والرومانسية والدراما من أفلامه اللي بقت من إيقونات السينما المصرية في فيلم زقاء المدأ اللي كان مكتبص من رواية لنجيب محفوظ وقدر حسن يوسف في الدور ده أنه يعبر عن السراع بين الحياة البسيطة والظروف اللي بتملع على الشخص طريق معين فيلم الخطايا مع عبد الحليم حافظ كان من الأفلام اللي لفتت الأنظار لموهبته وقدر يثبت أنه قادر يقف جنب نجوم كبار ويقدم أداء متقن كمان فيلم حكاية ثلاثية بنات كان من الأعمال اللي لقيت نجاح كبير جدا وظهر فيه بشخصية الشاب الرومانسي المحبوب أفلامه شملت كمان الشياطين الثلاثة نادية ولعب الحب والجواز والأفلام دي كلها كانت بتعبر عن حب الشباب والمشاعر المختلفة وبتحكى قصص ناس كتير كانت بتشوف نفسها في الأدوار دي كمان حسن يوسف كان لي بصمة في الدراما التلفزيونية كمان وكان معروف بشخصية الشيخ الشعراوي اللي جسدها في مسلسل إمام الدعاء وقدم الدور بإحساس كبير وخلى الجمهور يشوف الشيخ الشعراوي بروحه الحقيقية المسلسل ده كان ليه تأثير كبير وقده لحب الجمهور ليه كان أكتر وخلى دوره في حياة الشيخ الشعراوي محطة مميزة جدا في مسارته الفنية وأيضا شارك في مسلسلات كتير زي ليالي الحلمية وزهرة وأزواجها الخمسة وكان دايما بيضيف لمساته الخاصة على كل دور مشاهدين بكده نكون وصلنا معاكم لنهاية تغطيطنا عن وفاة الفنان الراحل حسن يوسف اللي هيفضل دايما في قلبنا بأعماله اللي بترسم بسمة وكل حاجة حلوة للفنان وداعا للفنان الكبير وتفضل أعماله خالدة والجمهور دايما هيفتكر حسن يوسف بأدواره اللي أثرت في السينما والدراما المصرية شكرا لحضرتكم وإلى اللقاء